بسم الله تبارك وتعالى حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عباد الله أعظم العقوبة أن لا تشعر بالعقوبة أعظم العقوبة أن لا تشعر بالعقوبة ومن هذه العقوبات الخفية حيث أن كثير من الناس ما يشعرون بهذه العقوبة القلب القاسي القلب القاسي والبُعد عن ذكر الرب تبارك وتعالى فلذلك قال الإمام مالك إمام دار الهجرة ما ضُرِب عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة القلب ما ضُرِب عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة القلب يا تُرَى ما هي الأسباب الموصلة إلى قسوة القلب لنكون على حذر الأسباب والطُرُق كثيرة لو ذكرنا ذلك لطالَ بنا المقام ولكن أذكر لكم أمرين اثنين وبالمثال يتضِح المقال واللبيبُ تكفيه الإشارة من أسباب قسوة القلب هو ترك أوامر الله عز وجل وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا قلنا الأوامر يعني افعل لا تفعل فترك أوامر الله عز وجل سببٌ لقسوة القلب قال الله عز وجل فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيًا لما تركوا أمر الله عز وجل لعنهم الله وأصيبوا بعقوبة قسوة القلب فانتبه أيها المسلم لهذا الأمر الأمر الثاني الذي وقع فيه إن لم أقل كل الناس معظم الناس الإنغماس في طلب الدنيا وطول الأمل يورث جفاف العين وقسوة القلب يورث جفاف العين وقسوة القلب الإنغماس في الدنيا وطلبها وطول الأمل قال الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسَت قلوبهم فطال عليهم الأمد قال أهل التفسير قال آمالهم طول الأمل سببه التفكير في الدنيا سوف أفعل وأفعل وأفعل سببٌ لقسوة القلب فإذا قسَى القلب ماذا له له الحرمان وله الضلال قال الله عز وجل فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلالٍ مُبين إذا قسَى قلبُك فاعلم أنَّك في ضلالٍ وفي حرمان الأمر الثاني الأمور كثيرة لكن نذكر من كلٍ أمرين اثنين قسَى القلبُ ابتُليت بالضلال والحرمان إذا قسَى قلبُك نفَرَ عنك الناس وابتعدوا عنك وكرِهوك الله جل وعلا في القرآن يخاطِب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولو كنت فضًّا غليظ القلب لم فضُّوا من حولك فإذا ابتُليتَ بالفضاظة وقسوةُ القلب فاعلم أنَّ الناس ينفِرون منك فاحذر يا صاحب القلب القاسي احذر أن تقول أن قلبي قاسي يعني أنا رجلٌ قوي لا أنت أضعف ما يمكن أضعف ما يكون أمامه الشبهات والشهوات والفتنة وأمام الشيطان يتلاعب بك الشيطان كما يتلاعب الطفل بالدماء قال الله عز وجل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنةً للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم أسرع الناس لإجابة الشيطان والوقوع في الفتنة والشهوات والشبهات هو صاحب القلب القاسي فإذا كان القلب قاسياً حجرياً لا يقبل الهدى والحق ولو كثرت دلائله كما أن الأرض الصلبة لا تنبت الزرع ولو أصابها كل مطر وصاحب القلب القاسي يُبتلى بسوء الفهم والقصد وتحريف الدين اعلم أن الذين يُحرِّفون الدين اعلم أنه صاحب قلب قاسي قال الله عز وجل وجعلنا قلوبهم قاسية يُحرِّفون الكلمة عن مواضعه والقلوب قاسية القلوب قاسية فمن نجات فمن نجات يتُرى طُرُق النجاة كثيرة نذكر أمرين اثنين الأول حتى يلين قلبك ويسلم فعليك بكتاب الله عز وجل أجمل ما قرأت أنت مهما أوتيت من قوة لا تستطيع أن تُغيِّر كلمةً من القرآن ولكن كلمة واحدة من القرآن يكون سببًا لتغييرك قال الله عز وجل في وصف هذا الكتاب الذي بين أيدينا القرآن العظيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لرأيته خاشعًا متصدِّعًا من خشية الله قال ابن القيم هذه الجبال الحجرية الصلبة هذا حالها الخشوع والخشية أمام ربِّها فعجبًا لمُضغة لحم أقسى وأصلب من هذه الجبال الرواسي وأعلم إذا لم يلِن قلبُك في الدنيا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلُقُ لها نارًا تُلينُها يوم القيامة فكن على حذر فعليكم بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيمٍ حميد الأمر الثاني جاء رجلٌ جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه فقال فقال إذا أردت أن تُلَيِّن قلبك فأطعم المسكين فأطعم المسكين وامسح رأساً يتيم هذا سببٌ للين القلب واعلموا يا عباد الله أن قلوبُنا تَقْسُوا كالحَجَر وَتَتَصَدَّأُوا كالحَديد وَتَتَّسِخُوا كالثياب فتعاهدوه بالصيانة والتنظيف وعمِّروه بالدُّعاء والضراءة قبل قيام الساعة يوم لا ينفع مالٌ ولا بنٌ إلا من أتى الله بقلبٍ سليم أسأل الله عز وجل بأسماءه الحُسنى والصفاته العُلَى أن يرزُقَني وإياكم قلبًا سليمًا بمنِّه وكرمِه أقول قولي هذا وأستغفر الله لِوَلَكُمُ رِسَائِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ